كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر على مدار الأشهر الماضية وصلت مدة يد العون لأشقائها في السودان لتحقيق وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن المدنيين فضلا عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية هناك وأوضح جبالي في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب أن النزاع الداخلي في السودان قد تسبب في نزوح داخلي لملايين السودانيين وسعي مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هربا من ويلات الحرب الدائرة وقد سعت مصر طويلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل وهو التزام الأخ تجاه أخيه كمن خرطت مصر ولا تزال في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان ورفع المعاناة عن المدنيين فضلا عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان